بأشد العبارات استنكرت الخارجية المصرية تدخلات النظام التركي والإيراني الأخيرة في شمال العراق معتبرة أن هذه التدخلات والأعمال العدائية تمثل استمرارا لمسلسل الانتهاكات المتكررة على العراق الخارجية وفي بيان لها أكدت رفضها التام لأي تدخلات تمس سيادة أي من الدول العربية مشيرة إلى أن هذه الأفعال ستعمق حالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة بيان الخارجية المصرية دعا كافة الأطراف إلى احترام سيادة العراق والنأي به عن أي تجاذبات دولية أو إقليمية تحول دون تحقيقة طلعات حكومة وشعب العراق في الاستقرار والتنمية واستمرارا لانتهاكاته التي لا تنتهي أعلن مسؤول في النظام التركي أن بلاده تعتزم إقامة المزيد من القواعد العسكرية في إقليم كردستان ويحتفظ النظام التركي بأكثر من عشر قواعد في العراق في مسعى منه لتوسيع نفوذه السياسي والأمني داخل العراق واستغلال التقسيمات الطائفية العرقية لإحداث تغيير يوافق مصالحه في الجغرافية العراقية اعتداءات النظام التركي المتكررة في العراق دفعت حزب الاتحاد الوطني الكردستاني إلى الدعوة لعقد اجتماع عاجل للقوى السياسية الكردية وعبر الاتحاد الوطني الكردستاني في بيان عن اعتقاده بأن الحكومة العراقية ومجلس النواب يجب أن لا يستمر في صمتهما تجاه خروقات تركيا وإيران مطالبا الحكومة الاتحادية باتخاذ خطوات عاجلة لحماية سيادة العراق في أرضه وسمائه وحماية حياة هؤلاء المواطنين